بين أقدامكم راح تكون غداً وتسعين دقيقة والملعب هو الفيصل بتحديد النقاط هذه المباراة نتمنى تقدمون مباراة كبيرة مباراة حتى لو نقطة أو التعادل لكن بأداء ريدة يرفع الراس إن شاء الله وانتوا قدهة وإن شاء الله تحققون وزفوننا البشران يوم غدا المباراة ساعة الثنتين تقريباً للفهر بتوقيت بغداد بعض المحافظات عطلوا الدوام أو يعني قلصوا ساعات الدوام منها محافظة نينوة قلصوا الدوام إلى الساعة الواحدة لإتاحة الفرصة لموظفين والطلاب وأيضاً الجميع لمشاهدة المباراة فذكروا هاي الناس كلها راح تتابعكم وكلها تنتظر من عدكم الفرحة والبشرح حلمنا بدأ يقترب بتأهل إلى المونديال فباشر المباراة بين يديكم والكرة بين أقدامكم فعرفوا كيف تستغلون المباراة وعرفوا كيف تتصرفون بالكرة هذا اللي يريده فقط زين؟ تقدمون مباراة مستمتع بها إحنا ونصفق لكم بعد نهاية المباراة وإن شاء الله إحنا طماعين ثلاث نقاط عال العال نقطة واحدة نعم الله على العموم أعضاء الاتحاد طبعاً يعني تكلموا اليوم السيد علي جبار وسيد غالب الزاملي حاول دعم المنتخب الوطني وثقتهم بالمنتخب الوطني طبعاً